وحول تطورات الميدانية في تعز ينضم إلينا مراسل الإخبارية محمد الحذيف أهلا بك محمد إذن بداية لو تضعنا في صورة تطورات الميدانية في تعز خاصة بعد أن سيطر الجيش على بعض المواقع الاستراتيجية غرب المحافظة الجيش الوطني لا يزال يحرز تقدمه يوما بعد آخر في الجبهة الغربية وفي جبهة المخاء وكذلك في المحاور والجبهات الأخرى في الجبهة الغربية اليوم أحرز تقدما مهما ونوعيا وخاصة في مديرية الوزعية التي يطبق عليها أو يطوقها القوات الشرعية والجيش الوطني من العديد من القيهات وأصبحت ماليشيات الانقلابية فيها شبه محاصرة سيطرة على سلسلة قبال الضويحة وكذلك قرية العصم ودرد عصين وقبال بشاء وقبال يشار هذه القبال سلسلة قبلية تتسم بتضاريسها الوعرة وكذلك كثافة الأشجار فيها المواطنون أبناء مديرية موزع بعد أن تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على هذه السلسلة القبلية لقى هذا التقدم ارتياحا كبيرا إذ أصبح ما بعد هذه القبال أسهل مما قبلها الآن بعدها السيطرة على هذه السلسلة القبلية أصبح بإمكان القوات الشرعية القيش الوطني المسلود من القاومة الشعبية الوصول إلى مركز مديرية موزع التقدم باتجاه ومساندة القوات الشرعية القادمة في قرية الثوباني وكذلك قبال الثوباني التي تلاحق فلول الانقلابيين في محيط وقرى جبا وفي محيط قرية الثوباني وقبال الثوباني باتجاه مع أسكر خالد نعم أيضا ماذا عن الوضع الداخلي في تعز والظروف الإنسانية هناك الوضع الداخلي في الوضع الإنساني أو الميداني أو حتى الإنساني الميداني تدور معارك عنيفة في محيط التشريفات في جنوب شرق مدينة تعز الوضع الإنساني كما هو عليه الحال رغم أن الحصار كسر بزئيا من قبل قوات الشرعية في الاتجاه الجنوب الغربي المار عبر جبهات الضباب وكذلك التربة عدن إلا أن المنظمات الدولية الإغاثية الدولية أحكمت عن تقديم المساعدات الإنسانية المهقرين النزوح يتزايدون يوما بعد آخر قبل أيام هقرت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح سكان قرى العفيرة وكذلك قرى الكدحة جنوب غرب تعز بشكل كامل منعتهم من أخذ احتياجاتهم أنذرتهم صمحت لهم بساعتين يخلوا منازلهم يخرجوا بأنفسهم من منازلهم خرقوا لا يمتلكون شيئا خرقوا إلى العراء إلى البيوت المكشوفة المفتوحة لا يمتلكون ما يدفعون به أبناءهم أو أكسامهم أو حتى لا يجدون إلى أين يلجعون في ظل غياب المنظمات الإغاثية الدولية التي لا يعرف أبناء تعز لماذا هي غائبة عن المشهد الإنساني إذن شكرا لك من تعز مراسل الأخبارية محمد الحذيفي